هو إحكاية الرسائل الغنضة اللي كانت بتنزل في الصحف أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وآغرب طريقة اختار فيها وزير المالية في سنة 1985 نزل خبر غامض وغريب جداً في جلدة الأهرام الرسالة بتقول إلى والدنا أحمد اكتب رسالة إلى والدك وسوف يهتك بطلباتك وقتها محدش شاية من الرسالة دي بتتكلم عن إيه وبتشير لإيه وكل اللي قرى الرسالة استغرب هو مين أحمد ده وليه والده ما بعتلوش الجواب مباشرة بدل ما ينشره في الصحف ومصر كلها تقرأه ده غير بقى تكلفة الإعلان اللي كان وقتها ما كانتش قليلة خالص الغريب في الموضوع إن النوع ده من الرسال فضل يتكرر كل فترة وخصوصاً في الوقت اللي كان فيه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بيحقو في مصر واللي انتضح بعدين كده إن الأعلانات دي كانت شقرة سرية كان بيستخدمها جمال عبد الناصر عشان يوصل رسائل خاصة لناس معين زي ما قال مدير مكتبه محمود الجيار اللي قال فيها الأسرار الشخصية للرئيس جمال عبد الناصر إن فيه وزراء اتعينه عن طريق الإعلانات دي بس تفتكروا هو الموضوع حصل إزاي الجيار قال إن برغم جمال عبد الناصر وانشغاله بالحب إلى إنه كان بيهتم جداً بكل الخطابات اللي كتب توصل وأمر بإنشاء جهاز بشري يكون مختص بكل الرسائل وتحللها وإبلاغوا بأي خطاب يكون فيه فكرة عبقرية أو مهمة حتى الخطابات اللي كان بيتشتم فيه وبتاع دي كان بيطلب تقرير إسبوعي عنه ومن أغرب الرسائل دي إن فيه رسالة منه كانت سبب في تعيين صاحبها لوزير في يوم من الأيام وصلت رسالة للرئاسة بعدها شخص من غير ما يوقع اسم وعرض فيها رأيه بخصوص قضية مهمة كانت بتشغل الرأي العام وقتها بس الرأي ده كان مناقض تماماً لرأي جمال عبد الناصر لكن يبدو كده أن صاحب الرسالة دي شخص يفاهم لأنه كان كل رساله بتكون مدعمة بأساليب مقنعة وده بقى اللي حل جمال عبد الناصر يهتم بالرسالة اللي كتبها مجهول ويقرأه ويهتم فيها والشخص ده حتم في رسالته وقال أنه عنده معلومات وأسرار كتير ومستعد أن يوصل الرئيس جمال عبد الناصر إذا كان مهتم برسالته بس هو محتاج إشارة تعرفه إن جمال عبد الناصر عايز يسمعه الإشارة دي بقى كانت إيه؟ كانت عبارة عن إعلان ينزل في جارت الأهرام بتقول إلى ولدنا أحمد اكتب لوالدك وسوف يهتم بطلباتك جميل؟ وهنا عبد الناصر طلب بن محمود الجيار إنه هو ينشر ده على حسابه بعدها نشر رسالة بتقول إلى ولدنا أحمد لماذا لا تحاول أن ترى والدك شخصياً بدل أن تحاول كتاب إليه؟ وهو سوف يهتم بطلباتك جميل؟ وفي مساء نفس اليوم اللي تنشر فيه الإعلان الغامض ده وصلت برقية للقاس الجمهورية بتقول فيه مرسل ولدكم أحيد يا سياد الرئيس ممتزر موعداً لمقابلة ده لكن المرة دي كانت البرقية دي مواقعة من دكتور معروف بلوكانه لكن الجيار رفض إنه هو يكشف عن اسم صاحب الرسل ولما عبد الناصر قابر الدكتور ده نقشف اعتراضه وطلب منه إنه هو يكتب تقارير مفصلة حوالين وجهة ناصر وفعلاً عمل ده بهر به جمال عبد الناصر لدرجة إنه بعد فترة صغيرة قوي اختار إنه هو يكون وزير ودي بقى كانت أعجب طريقة تم فيها اختيار كوزير وده لإن جمال عبد الناصر كان بيفكر بطريقة غير تقليدية وكان دايماً بينشر آنانات تحت أسماء مستعار يحاول يفتار فيها الوزراء ومن المفارقات العجيبة إن الرسالة من الرسالة دي كانت سبب في اعتقال أخوه اللي في عبد الناصر واللي جي فيها إنه هو بيربح من وراء اسم جمال عبد الناصر وعاش في سراء في اسكندرية وده اللي كشف جمال عبد الناصر بنفسه لما راح وشاف أخر وهدده بالاعتقال وفعلاً بعدها اعتقل ده غير إن كان في رسال كتير تانية كانت معروفة بالبريد الأسود لإنها كانت دايماً بتهاجل عبد الناصر وبتهدد حكم وبس خلاص كنت معاكم نور من عين مصر